تلعب في الناشئين وبدأت عاوز بقى تستوعب ازاي اخد سلمة تانية عشان اطلع مع الفرق اللي هي الدرجة الاولى انت كان علاء ميهوب ده هو ده علاء ميهوب كان بالنسبة لي اللعيب المتكامل ايوه اطلع معانا وهو من الناس كمان علاء ميهوب اللي ليه محطة من محطات يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى انه هو من اسمه مصطفى عبده هو من الناس اللي تعبت معايا عشان بقى اسمه مصطفى عبده او حافظ علينا ان انا كنت فيه باص بقى كده الحاجات فهو اه طبعا هو وبعدين مخه عالي جدا تفكيره عالي جدا لقى كان سابع العصر دي حقيقة يعني واحد كان بيعمل بوكس تو بوكس ده زي ما الكتاب بيقول المهارة موجودة السرعة موجودة الفينيش موجود يمكن الشوت ما كانش كتير عند كابتان العالمي هو انما هو دماغه كلها كورة كل حاجة كل حاجة تانية كل حاجة كل حاجة واحد من الناس يعني انا شوف دايما بقولها وبقولها على طول يعني واحد من الناس اللي كان لازم مكانها في النجومية يعني انا معاك في دي في التواجد كنجومية واساطير مصر وكلها يعني صراحة وانت لعيب صاعد طالع اخدت احسن لعب سنة 96-97 اخدت احسن ناشئ مش كده؟ اصبو وانت في المرحلة دي كنت بتستويب ازاي انك احسن لعب في الحتة دي طب هقول الحتتين هرجع بيك شوية الورا كده يعني برضو عشان الناس صغيرهم ما في يأسم لازم طبعا عشان الناس صغيرهم متبقاش يأسم لحاجة يعني انا خدت سنتين من 12 و13 و14 يعني كانت حاجة على مستوى عالي جدا خدوا قرار في المدل الاهلي ان فرقة انا بالعب سني وسنة اكبر مني كمان بسنة جسمك قليل وجسم قليل جدا بس متميز في السن بتاعي طبعا ومتميز في السن اللي قبل طب هل جسمك ده ما كانش مسبب لك معوقات في بعض الوقات؟ لا لا كانت المهارة بتساعد اه بتساعد قوي لكن لما خدوا قرار في النادي الاهلي ان اللي عنده اللي عنده 14 سنة او عاملوا فرق 14 17 21 تخيل فانت ثلاث فرق اربع فرق اللي موجودة في النادي بس نعم بس فعشان يلعب سنة 14 انا عندي 15 قانونة مش هينفع طبعا فلازم ألعب مع فرقة السبعتاشر يعني 15 و 17 14 و 17 14 و 17 فرق ثلاث سنين فرق ثلاث سنين حتى في الجسم يبان فالتكوين وفي السن ده صعب قوي ده لو فرق شهرين ثلاثة بتفرق فانا كنت بقى جاري اللي اكبر مني بسنة لكن اكبر مني بسنتين وثلاثة مش هقدر مش هقدر خالص فالتواجد الفني طب عملت ايه بقى في المرحلة دي هقولك بقى فساعتها رحت نادي النيل بقى سنة يعني ودوني النادي النيل سنة زي اعارة كده اه بس هم عشان مقتنعين بيقى قوي وكابتن برامي عاصمد ونبقى بفكرني لانه له له حاجة جميلة عندي كده لازم اقولها يعني ما قلتهاش قبل كده بس لازم اقولها الحقيقة طبعا من حقك فكابتن برامي عاصمد كان مقتنع بيقى جدا بس اللي انت شايفه ده واحد الناس تاكله يعني ولد قد كده مقدرة بقى قد كده اه وجسمه قد كده وهي لعن معفرة السبعتاشر دي ازاي ديسوا عليك خلاص هتيجي ترقص واحد مش هتقدر اساسا يعني مش عارف خلاص فكانوا محافظين عليك بيتابعوك والنادي عاملك مرتب من النادي ومصاريفك واكلك وكل حاجة اوكي اكدنك في النادي الاهلي اكدنك في النادي الاهلي بس بتلعب في النادي النيل اه وبعدين كنت انا بقى 15 سنة والنادي اموري مش مستقر اه فاخدت قرار غريب جدا مع نفسي كنت عايزة اتحمل المسؤولية مع عرفش ليه مع نفسي كده جات مع نفسي كده الواحدي دي كان زنك 15 سنة 15 سنة اه كنت في قولة سنة فقلت خلاص انا مش عايز اخد ولا مليم من ابوي مش عايز اخد ولا جنيم من ابوي ليه معرفش ايه حملتوا كتير يعني الفترة اللي فاتت مش مش الفكرة بالضبط اولا انت عاوز تعتمد على نفسك عايز اه عايز اللي يدخل لي هو اللي اصرفه يعني عاوز تقول لي انت كونت شخصيتك من سن 15 سنة والله ده اللي حصلت بالضبط وكنت عمري مروح البلد عمري مروح البلد غير وانا اخدت 30 جنيه بتالشهرية اللي كان مرتبه 30 جنيه في النادي النادي عامل لي شهرية 30 جنيه مروحش البلد غير لما كنت اخدت 30 جنيه دي لان هو هيجي يديك فلوس ابوي هيجي يديني فلوس فهقول له معايا فهيقول لي وريني هتبقىها بالنسبة له هيعرف ان انا بكدب عليه وان انا يعني مش عايز اخدنوني الفلوس يعني ده الله يرحمه اه الله يرحمه والله فهو كنت لا يمكن اروح غير وانا قابط لسه قابط عشان لما يسألني يعني انت كنت بتروح كل اول شهر يعني كل شهر كل اسبوعين كل ثلاثة كل شهر بس انت تروح بالقابض اه معايا بقى الفلوس اللي تقدر تغطيني يعني تقدر يعلم طيب في المحفظة الكبيرة لا ما عنديش محفظة ما عنديش معايا بقى الفعظة من يوم محبش المحفظ كتير يعني استثناء الفترة اللي فاتت دي عشان تكرر نهاية ولا حاجة طيب بس فاخدت القرار ده وعدت السنة في نادي النيل وبعد كده رجعت وانا عندي 17 سنة مع كابتين احمد عبدالباين واحد برضو الناس اللي لها فضل جديد قوي واللي برضو مسج لكل المدربين الناشئين اللي يؤمن بالعيب ومقتنع به تماما حتى لو الظروف مش مساعدات وانت مقتنع به لا حافظ على اقتناعك ده ودافع عنه اقتناح دي عبقى وانا عندي 17 سنة جا في يوم كده كنا بنلعب قدام تقريبا تقريبا القناة فقال لي قال لي سيد بكرا انا عايزك تجيلي الساعة ثلاثة فقلت له فينا كابتين قال لي قدام النادي الساعة ثلاثة اليوم ده هو مدي للفرقة يا جايزة أصلا فعايزني لي مش عارف مش فاهم فراح تقول له الساعة ثلاثة تاني يوم فاخدني من ايدي دم النادي الاهلي في الجزيرة ودخلنا جوا راح مخبط على قضة كابتين سابت اللي ها يعني بقى تقطي بعد كده تخير طبعا فالموقف عمري ما نساء أبدا أول مرة في حياتي قابل كابتين سابت البطل أول مرة في حياتي مدير الكورة في النادي الاهلي في الدرجة الأولى وأنا 17 سنة ومعا وثابت اللحنه كان نجم طبعا هو مدير كورة في الوقت ده ما أنا بقولك كان لعيب نجمه وكان مدير كورة شخصية 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 طبعا شخصية راجل تمام اه وأنا مع كابتين عحمد العبائي أنا مش عارف هو عايزني ليه كابتين عحمد العبائي عايزني ليه يعني جايبني من بيتي في يوم أجازتي تمام وأجازة الفرقة ومدخلنا بس عشان الراجل ده بقول لكل المدربين لو أنت مقتنع بالعيب لا دافع عنه لأن أنت أنت مش بتمرنه وخلاص لحد ما يوصل وانت ما تعرفش هو واخدك ليه أنا معرفش والله هو واخدني ليه خالص هدك ودخلت على سابت خالص اه فرح مخبط على الباب بتاعك تسابت البطل اه دخل اه أبا حميدة أبا حليجة زكا تسابت وقال له كده ساعتين فأنا عايز صغير يعني فقال له بصها كتسابت انتم مش فرحانين به شام حنف اه والله شام حنف كان كان نجب كان جبار في الوقت ده كان جبار من لعب كورة كان جامد جدا جامد جدا نعم والله العظيم والله العظيم سيد ده جامد جدا 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 روح يا سيد تمام بس كده بس كده ميسج بعنوان بمواجهة تمام يعني طبعا أنا جاي ليه اه ما كان ممكن يقوله الكلام ده من غيرك مسح اه انا جاي ليه هو جايبني ليه اه لكن انا بشكره طبعا يمكن هو ممكن يفتكر الموقف ولا ميفتكروش لكن انا عمري في حياتي ما هنسا هو عايز يقول له وعايز يقول لي تمام ان هو مقتنع بيك ان انا مقتنع بيك وخليك على المستوى ده ويقولك يا بتثبت انت عندكم العيب هنا كنز لازم تحافظوا عليه مع اني كان عند 17 سنة بس انت قبل 17 سنة انت كنت دخلت منتخب ناشئين اه ناشئين بقى لكن ما كنتش لعبت الدرجة يقولي خوالي بس انت وانت صغير في المراحل السنية الصغيرة كنت على طول في المنتخبات اه كنت مع كتسايد الطباخ وبعد كده مع حلم طولان واحد برضو من اللي اثروا فيها جدا كابت الحلمي طولان ده كابت الحلمي يعينها ربيض اه اللي هو فضل علي تدريبين عالي جدا يعني شاركت في لعبت كم مباراة وانت منتخب الناشئين بولاد دولية لا 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 ده عدينا يعني اصلا منتخبات الشباب الاول ناشئين وبعدين الشباب وبعدين الأولمبي فانت يعني انا خريك برضو من مدارس المنتخبات اه يعني سواء كان مع كابتن سابت البطر كنت اقسف كابتن سيد طباخ كنت اقل في السن شوية كنت اصغر منهم يعني يعني هو منتخب مسلا 16 انا كنت 15 مثلا يعني لكن الشباب كان سني بقى كان المحارب عمرية بتاعتي فاخدنا تجارب كتير او دات الخبرات عالية جدا في اللي اقول المنتخب اللي امبي كنا كنت هدف الناشئين في النادي الأهلي يعني لا عمري ما كنت الهدف انما كنت اساسي اه طبعا لا اعطوه طبعا لكن عمري ما كنت الهدف مين المدرب اللي انت حسيت معاه ان هو ده اللي هيوصلني للدرجة الاولى اخد فاصل يال وانواصل حلقة الليلة من المجل